تعقد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتماعا لها يوم الثلاثاء المقبل لحسم ملفي الاستثمار والاحتراف الرياضي المرتبطين بقانون الرياضة اضافة الى مناقشة تكليف مجلس الامة للجنة بالتحقيق فيما يشب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات اللجنة اوضحت انها ارسلت عددا من الاستفسارات للحكومة بخصوص قضية تفرغ الرياضي مع دعوة النائبين راكان النصف ورياض العدساني لامداد اللجنة باي معلومات يمتلكانها حول هذا الموضوع واستعراض الجهود الحكومية لاصلاح اي خلل ومعالجته اللجنة بيّنت كذلك انه سيتم عقد عدة ندوات توعوية في الهيئات والدووين الرياضية لتوضيح فكرة القانون واليته ووضع الالعاب الجماعية والفردية لتكون الصورة واضحة امام الجميع